جرت بمدينة المكلة انتخابات اتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضر موت لاختيار قيادة جديدة لفرع اتحاد الساحل بإشراف الاتحاد العام للإعلام الرياضي وبحضور أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الفرع وأسفرت عن انتخاب فادي حقان رئيسا لاتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضر موت وأشرف سالم فرحان أمينا عاما وأشار مدير مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضر موت حسن مسجدي إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع في تشكيل قيادة جديدة بالساحل تسهم في النهوض بواقع الإعلام الرياضي بالمحافظة بدوره أكد دكتور جميل طربوش رئيس الاتحاد العام للإعلام الرياضي أن قيادة الاتحاد استكمل تشكيل الفروع في المحافظات في خطوة نجابية في مسيرة الاتحاد العام